السلام عليكم. مرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن سرطان السدي والفحص المبكر لسرطان السدي. نظرا لانتشار المرض ده وزيت الاصابة به. لان نسبة الستات او السيدات في بعض الدول وصلت الى واحد لخمستاشر. يعني من كل الخمستاشر امرأة بتصاب امرأة واحدة منهم بسرطان السدي. اكتر الستات اللي بيصابوا بسرطان السدي بيكونوا فوق سن الاربعين سنة. وحتى ان في اخر المؤتمرات الطبية بتتكلم عن ارتفاع نسبة الاصابة به من بعد سن الخمسة وتلاتين سنة. بالرغم من كده ما زالت النسب بتتكلم عن الاصابة بالمرض ده بعد سن العشرين. لذلك منظمة الصحة العالمية عندها بروتوكول محدد للكشف المبكر عن سرطان السدي. وبيكون كالتالي. بالنسبة للمرأة من عمر تمنتاشر سنة بيتم معاينة الصدر شهريا من قبل المرأة. او بعد سنتين من بداية العلاقة الجنسية او الزواج. وبتقوم السيدة بالمعاينة شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية. وعند النساء اللي انقطعت عنهم الدورة زي الحوامل او بعد سن اليأس. يجب معاينة الصدر بداية كل شهر. معاينة الصدر بتتم بحسا عن اي كتلة او تغير لون السدي او تغير شكل السدي بشكل مرحوظ. او تغير شكل حلم او لونه. معاينة الصدر من قبل الطبيب من عمر تمنتاشر سنة او بعد سنتين من الزواج او العلاقة الجنسية لان معاينة الطبيب اضق وممكن اكتشاف الكتل الصغيرة بالمعاينة دي. بالطبع. لازم نعرف ان بالمعاينة نقدر نكشف عن الكتل اكبر من واحد سنتي. ولكن صورة الماموغراف بتكشف الكتل لحد واحد ملي. وفي الحالة دي برضو الدكتور او الطبيب المعالج بيقدر يعرف المشكلة. ويزود المرأة بالطريقة الصحيحة لمعاينة الصدر. تلت حاجة ممكن القيام باجراء الصنار او ايكو الصدر كل تلت سنوات مرة واحدة من عمر تمنتاشر سنة والغاية عمر خمسة وتلاتين سنة. وليس صورة الماموغراف. وده لسبب معاين وهو ان النسيج الغدى دي لسه دي كبير في الفترة العمرية دي. وصورة الماموغراف في الفترة دي بتكون غير واضحة كويس. طبعا الا ازا كانت الكتلة كبيرة واضحة. رابع حاجة القيام بصورة الماموغراف ابتداء من سن خمسة وتلاتين سنة. كل سنتين مرة واحدة وبعد عمر خمسين سنة. يجب اجراء الماموغراف بشكل سنوي. عند ايجاد اي كتلة او تغير باللون او تغير بشكل السدية او الحلمة يجب مراجعة الطبيب الجراح على الفور. عشان نقوم بالاجراءات التشخيصية والعلاجية المبكرة. وبينقسم الكتل اللي ممكن تكون موجودة في السادي الى نوعين. الكتل الحميدة ودي بتكون بالمعاينة تبقى ملساء والكراوية متحركة عند تحركها. وما بتغيرش حجمها مع مرور الوقت. وما بتترفقش مع تغيير شكل السادي او لونه. والكتل الخبيسة بتكون بالمعاينة غير ملساء ومتعرجة وشكلها غير منتظم وغير متحركة عند تحركها. وبتكبر مع مرور الوقت وبتترافق مع تغيير في شكل السادي او شكل الحلمة ولونها. بالنسبة لطريقة معاينة الصدق ففي عندنا طريقتين. الاولى هي الطريقة الدائرية وبتم بالمعاينة عن طريق الاصابع وليس فقط رؤوس الاصابع. بيكون بشكل دائري من الخارج وحتى الوصول للحلمة حتى لحد ما يتم لمس الحلمة ايضا بحس عن اي كتلة ثم بيتم معاينة تحت الابط تحت الباط يعني بالمصري. وندور على اي كتلة. الطريقة التانية طريقة التأسيم. بنقسم الصدر الاربع اقسام. فقاني خارجي وفقاني داخلي. وتحتاني خارجي وتحتاني داخلي. وبيتم لمسه معاينة كل قسمة على حدة. وفي النهاية معاينة الحلمة. وبعد كده المرور على منطقة تحت الابط ومعاينتها كمان. ومرفق لحضراتكم صور لطريقة المعاينة. اللي اتكلمنا عليها دلوقتي. اتمنى المعلومات البسيطة ضدكم فاتت حضراتكم. اتمنى لحضراتكم دوام الصحة والعافية. شكرا لحضراتكم واللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة